ليه قصيت جناح الحمام؟ لأن الحمام ده مش ترياج كبير ووارد لو أنا نسيته يطير وما يرجعش تاني هل قصر ريش بيقصر على الانتاج؟ ما بيقصرش خالص لأنه بيغض سنة لولا ما بيتجدد أو يرمي ريش فمش هيبقى محتاج تعويض للبروتين أو هيقصر على صحة الفرد طب ليه قصيت الجناحين؟ ما قصتيش جناح واحد؟ سواء قصيت جناحين أو جناح واحد ده مش هيخليه يطير بس هي الفكرة كلها لو عندك حمام زاجل أو حمام عافي يفضل أن انت تقص جناح واحد لأن قص الجناحين بيخلي فيه توازل للفرد وممكن يطير مسافة ويقع كمان يفضل الدكرة تحديدا أن انت تقص جناح واحد زي ما أنا عملت كده في الفيديو علشان تنجح عملية التزاوية طب هو الحمام بيزعل على ريشه لو تقص فيه فعلا حمام بيتأثر بأثر ريشه وفيه حمام بالنسبة له الموضوع عادي بس لو أنت جايب حمام غالي وخايف أو أيا كان حمام خايف أنه يطير منك مش أصادق بديل غير أن انت تقص علشان يقعد بأطول وقت ممكن لأن النتف بيتجدد خلال عشرين أو شهر بالكتير وكمان بياخد من صحة الفرد أو بيبقى محتاج منك تعويض للنقص أو للتجديد اللي بيحصل عن نتف ريشه طيب فيه طريقة تانية غير القص أو النتفة أو فيه أن انت تبسطر أول ثلاث ريشات عشان تمنع الحمام بس أنا نفسي ما بحبش الطريقة دي